صعود وقوة أخرى على مصرح السياسة الدولية يدفع واشنطن لتغيير استراتيجية انتشار قواتها في الشرق الأوسط. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أمر قائد القيادة الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي بإخراج بعض القوات والقدرات من الشرق الأوسط وتحديداً أنظمة الدفاع الجوية وفقاً لبيان صدر عن البنتاجون. البيان أوضح أن بعض هذه المعدات ستتم إعادتها إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح فيما سيتم نشر بعض منها في مناطق أخرى بدون تحديد الوجهة الجديدة للانتشار. ولفت البنتاجون إلى أن خطوات الانسحاب تم اتخاذها بالتنصيق الوثيق مع الدول المضيفة مشيراً إلى أنه يحافظ على وضع قوي في المنطقة بما يتناسب مع أي تهديد. صحيفة وولستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن واشنطن قررت تقليص عدد الأنظمة المضادة للسواريخ في الشرق الأوسط. وأوضحت أن البنتاجون سيسحب ثمان بطاريات باتريوت المضادة للسواريخ إضافة إلى نظام آخر مضاد للسواريخ يعرف باسم نظام دفاع منطقة الارتفاعات العالية أو فاد. كما سيتم تقليص أسراب الطائرات المقاتلة المخصصة للمنطقة وإعادة انتشار مئات الجنود في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة. وأشرت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية تركز حالياً على التحديات القادمة من بيكين وموسكو خاصة في ظل بروز ملفات خلافية مع هاتين القوتين.